بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أحبابي الكرام أيها الأعزاء الأفاضل الأحباب درسنا اليوم هو متلة دو أربع طبائع متلة واحد فيه أربع طبائع فيه طبع النار والهواء والماء والترى يحكموا على الطبائع الأربع وهذا المتلة لا تجدونه في الكتب ولا في الأشريط ولم يسبق لأحد أن نشره قبلي محبة فيكم ومخافة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما وأخفاه على أمتي ألجم غدا بلجام منها ولولا مخافتي من الله لم أطلعكم على مثل هذا المتلة متلة واحد يصلح لأربع طبائع وهو نافذ في المحبة والمودة والعطف والتهييج والجلب وجلب الغائب وكل ما تطلب من حاجة خذ على بركة الله إسم الطالب وإسم المطلوب والحاجة التي تريد من محبة أو جالب أو غير ذلك واجمع عددهم ثم خذ إسم من أسماء الله عز وجل أو إسمين يناسبان طلبك كما سيأتي في المثال الذي سأصوقه لكم واجمع عددهم ثم تكون من العدد أربعة حروف اسمعوا جيدا تكون منه أربعة حروف كما سيأتي لكل من الطالب والمطلوب والحاجة وأربع حروف آخرين من الإسمين أو من الآية المناسبة لعملك واستنطق عددهم حروف ثم تشكلهم في المتلة كما يلي في المثال والعزيمة بمادى تعزم تعزم بالأسماء التي هي أسماء الله عز وجل عدد عدد اسم المطلوب الآية ثم تكتب جذولين واحد يحمله الطالب معه والآخر تجعله في طبيعة المطلوب إن كان ناري تقربه للنار لا تحرقه في النار أنا لا أنصح بحرق هذا الجذول وإن كان للهواء يعلق للهواء لكي يحركه الريح وإن كان ماوي يعمل في قصبة أو في شيء حافظ لكي لا يفسده الماء ويعمل في مجرى المياه أو في التلاجة أو غير ذلك مما يكون بارد في الماء وإن كان ترابه فأدفنه في التراب في تراب النقي حسب الظلم بالخير ترى سرا عظيما من أسرار الله عز وجل التي وضعها في الحروف وإليك متال متال ذلك كما ترون محمد يطلب محبة زينب محمد يطلب محبة زينب إذا عددنا هذه الجملة نجد عددها ستمائة واثنان وستون ستمائة واثنان هذه ستمائة واثنان وستون استخرجنا منها أربعة حروف بك ماتين الباب باثنان والكاف بجوج هي اتنين وعشرين وربعين هي اتنين وستين والثى بستمائة والاسم المناسب ودود رأوف الاسم الذي يناسب من أسماء الله عز وجل أخذنا اسمين ودود رأوف عددهما ثلاثمائة وستة ثلاثمائة وستة استخرجنا منها كذلك أربعة حروف أربعة حروف وهي بدقارين بد الباب الدال الباب باثنان والدال بأربعة هي ستة والقاف بمئة والرمياتين هي تلتمية المهم نستخرج منها أربعة حروف لا نأخذ هذه الحروف ثم اكتبهم وشكلهم على المتلة ذو الطبع الأربع والمتلة هو كالتالي انتبهوا واحد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة اذا الطبع التاني ها هو أمام واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة ثم ها هو التالت هكذا بالأخضر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة والأخير كما ترون ها هو أمام أعينكم أيها الفضلاء واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة هذا هو الجدول ذو الطبع الأربح ها أينما وتشكل به بدقارين بكماتين بدقارين بكماتين بدقارين بكمات في الأركان بدقارين الحروف الأربعة هي تمانية حروف أربعة من الإسمين حروف أربعة من الطالب المطلوب وتجعل هنا زينب تحب محمد تشكلها زينب تحب محمد زينب تحب زينب تحب محمد زينب تحب هنا كذلك زينب تحب محمد زينب تحب محمد زينب تحب محمد زينب تحب محمد وبهذا أكون قد وفيت وعدي وأهدي وإليكم هذه الفائدة فهو جدول حافظوا عليه يكتب هكذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية وتدير هكذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة ثم تدير الجدول واحد اثنان واحد عفوا ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة ثم الأخير وهو كالتالي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة أردت أن أكبر هذا الجدول شيئا ما لكن أنا أصور بالهاتف ليست عندي كاميرا أو لست متخصصا في التصوير فأعتذر للإخوان الذين يرون مثلا بعض العيوب في التصوير فاعدروني فمهمتي هي إبلاغكم وتعليمكم وإيصال هذه الدروس إليكم وهذه الفوائد فادعوا معي في هذا الشهر المبارك يريم وأشكر جميع الإخوان أشكر جميع الإخوان الطلبة اللطفاء في هذا رمضان متمنيا لهم من الله عز وجل السعادة والمودة والخيرات والرزق الكثير والصحة والعافية لهم ولأولادهم ولإخوانهم ولعائلاتهم ولأجدادهم ولموتاهم وأحيائهم أينما كانوا في أي بلد فأنا أشكركم أشكركم جزيل الشكر وأطلو من الله تعالى أن تستفيدوا من هذه العلوم التي هي بين عينكم فهذا متلت له أربع طبعي حافظوا عليه وانقلوه واتصلوا به من أراد الاتصال وأعتدر للإخوان الذين بتلا لم لم أجيبهم في التعليق لأني مشغول جيدا مشغول 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 في هذا رمضان وغيره فسيأتي دورهم إن شاء الله لإجابته على أين أشكره الصلاة والسلام على سيدنا النبي النبي العربي الهاشمي على آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر